اشتركوا في القناة تلك الأجواء التي تنزلت فيها الآيات العظيمة تعلم وتربي وتهذب وتعزز تلك القيم التي تنزلت بها رسالة القرآن في كل زمان وفي كل قلب وفي كل ضمير حي يقف لديه القدرة على أن يتربى ويتزكى ويترقى في ذات الوقت آيات هذا القرآن المباركة في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن كلما قرأها المتدبر زادته قربا وزكاة ونقاوة وطهر وصفاء يتذكر فتنفعه الذكرى يتزكى فتنفعه التسكية وهذا هو فعل القرآن وهذه هي رسالة القرآن وهذه هي المقاصد العظيمة التي لأجلها أنزل هذا القرآن يزكي ويطهر ويربي ويصحح ويعدل ويغير ليس فقط في حياة فرد ولكن في حياة مجتمع وأمة وعالم ودنيا وبعيدا عن القرآن لن يكون هناك تسكية ولن تكون هناك تربية ولن تكون هناك طهارة حقيقية ولعفة حقيقية ولقيم حقيقية ينعم الناس في ظل العيش فيها يكون هناك تقدم ممكن يصير في تقدم مادة وتطور ممكن كما هو حاصل في زماننا لكن الطهارة والتسكية والنقاوة والقيم والمبادئ الحقيقية والصدق في التعامل والتي هي تشكل القيم الإنسانية الحقيقية للبشر هذه لا يمكن أن تكون بعيدا عن القرآن ولذلك ولعظمة شأن هذا القرآن ولعظمة رسالته رب جل شأنه فصل في هذه الآيات وأنزل فيها قرآن يتلى في قوله جل شأنه أما من استغنى فأنت له تصدى وذكرنا فيما ذكرنا أن واحدة من الإشكاليات التي تواجه الناس اليوم في العصر الحاضر مشكلة الشعور بالاستغناء أنهم في غنى عن رسالة القرآن ودلائل ومؤشرات ذلك الاستغناء واضحة في حياة الناس حتى ولو لم يلتفتوا إليها ربما الإنسان غير متعمد وليس في ذاته ربما يكون من المسلمين ربما يكون هذا الإنسان يصلي ويصوم وكل شيء ولكن العلاقة بينه وبين كتاب الله علاقة ضعيفة مهزوزة فما هي المؤشرات والمقاييس التي تتعرف من خلالها على طبيعة العلاقة التي بينك وبين كتاب الله جل شأنه لا بد أن يكون هناك مؤشرات واحدة من أعظم تلك المؤشرات أنك لست فقط تشعر أنك لا غنى لك عن القرآن شعور في القلب وإحساس ولكن فيك شوق تقول لي ما العلاقة بين الشوق وبين الشعور بالاستغناء تدبر في قوله جل شأنه قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها في ذات السياق الذي نتكلم عنه في ذات الآيات التي نتحدث عنها السعي الذي يحدثني عنه القرآن في السورة في قوله جل شأنه وأما من جاءك يسعى هذا ليس مجرد سعي بالأقدام هذا ليس مجرد مشي لا هذا مشي بالقلوب قبل الأقدام تقول لي هي القلوب تمشي أقول لك القلوب تمشي القلوب تمشي وتطير شوقا وفرحا والسبشارا القلوب تتحرك ولكن الإنسان حين يكون فيه من الحجب والموانع ما فيه لا يشعر بمتطلبات قلبه ألسنا نقول في حديثنا طار قلبي شوقا إلى قريب أو إلى من أحب ألسنا نقول ذلك فما بال قلوبنا ما بال قلوبنا لا تطير شوقا إلى كلام الله جل شأنه تدبر معي في هذا المعنى الآيات تريدك وتعطيك المؤشر إذا فعلا أنت في حياتك لم تكن من أولئك الذين قد استغنوا عن القرآن فلذلك مؤشر عظيم ما هو المؤشر الذي من خلاله تستطيع أن تقيس الشوق هل تشتاق إلى كلام الله سبحانه هل إذا مر بك أو طاف عليك يوم وما استمعت لكتاب الله وما فتحت كتاب الله هل يحصل لك تغير هل تشعر أنك تفتقد شيئا في حياتك هل تشعر أن هناك شيء ما في حياتك غير موجود هل تشعر بالأرق هل تحس بالقلق هل تشعر بالفزع هل تشعر بالاختراب هل تشعر بالحنين هذه مؤشرات لا يعلمها أحد من الخلق إلا أنت ولكنها مؤشرات عظيمة ولذلك ذكرنا في المرة السابقة ونذكر اليوم أن واحدة من أكبر الإشكاليات أن تستغني عما ليس لك عنه غنى وأن تفتقر إلى ما فيك عنه غنى تقول لي ما معنى هذا الكلام أقول لك هل يستطيع مخلوق ضعيف أنفاس الحياة فيه لا يحصل عليها إلا بمشيئة الله وإرادته خفقات قلبه لا تستطيع أن تخفق بدون إرادة الله ومشيئته لا تستطيع أن تخفق أنت بحاجة إلى كل في كل ثانية في كل طرفة عين أنت بحاجة إليه أنت بالحقيقة مفتقر إليه كلنا فقراء إلى الله ولذلك ربي جل شأنه قررها حقيقة قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وفقري وفقرك إليه غير محدود بزمن ولا بموقف ولا فقط بحاجة عابرة الإنسان قد تمر عليه أوقات يشعر بأنه بحاجة إلى فلان من الناس لسبب أو لآخر ممكن ولكن ستمر عليك بعد ذلك أوقات انظر على سبيل المثال الطفل الصغير الرضيع هذا لا يستطيع أن يعيش بدون وجود الأم إلى حد ما أقصد بالشكل العام ترضعه وتنظفه وتعتني به وتقوم عليه وتسهر على راحته شي طبيعي يشعر بالاحتياج إليه إلى الأم هذه حاجة واضحة ولكن ما يلبث هذا الطفل الصغير الرضيع أن يكبر 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 بقدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته فإذا ما شب وصار كبيرا وناضجا ما عاد بتلك الحاجة المادية إلى أمه أو أبيه حاجة معنوية حاجة عاطفية أكيد وفي نهاية الأمر يستطيع مهما بلغ به الألم والحزن على فراق والدي أن يعيش بدون وجود الأم والأب وأن يعيش بدون وجود ذاك الشخص الذي كان يشعر أنه لا يستطيع أن يعيش بدونه ولله المثل الأعلى أنت لا تستطيع أن تحيا أو تكون دون رحمة الله ولطفه بك إذن فقرك إليه متواصل ليس فقط وأنت حي ليس فقط وأنت على قيد الحياة لأنك بحاجة للهواء والماء والطعام لا 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 وأنت هناك وحيدا مرتهنا بعملك حين ينزل الإنسان إلى تلك الحفرة وإلى قبره وحيدا لا أنيس ولا قريب ولا صاحب ولا صديق ولا رفيق ولا أحد من من كان ينشغل بهم هو مفتقر إلى رحمة الله جل شهر ثم هناك في البعث وقت البعث تدبر معي في الآيات في ذات السورة في سورة عبس وتولى قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني والسؤال اطرح نفسه هنا إذا كان الإنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه هل يفر من الله جل شأنه لا مفر منه إلا إليه سبحانه تدبر معي في الآية في قوله جل شأنه ففروا إلى الله لا تستطيع إذا فقرك إليه أصيل فيك فقرك إليه لا ينقطع يطرح السؤال نفسه هنا إذا كان فقرنا إليه لا ينقطع من ذاك الذي يستغني عنه جل شأنه تدبر معي في الآية قال فأما من استغناء ثم تأتالت الآيات وتتابعت في السورة المباركة نكاية واستنكارا على أولئك الذين يستغنون عن الله سبحانه وعن كلامه وعن الاستماع إلى آياته التي أنزلت على حبيبه صلى الله عليه وعلي وسلم تقول لي كيف انظر للآيات قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه ثم بعد ذلك ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم بعد ذلك فإذا جاءت الصاخة كل الآيات التي جاءت بعد قوله جل شأنه فأما من استغناء قوارع لماذا قوارع حتى تستنكر على ذلك الإنسان الجاحد المعاند المستغني بعتوه وصغر عقله وضآلة فهمه وقساوة قلبه والحجب التي حالت بينه وبين رسالة القرآن أن انظر إلى حالك تستغني عن من وأنت فقرك إليه حتى وأنت تنكر وتجحد ظاهر واضح بيّن للعيان لا ينكره عاقل وإلا بالله عليك قل لي قل لي من هذا الذي لا يحتاج إلى الله جل شأنه في أي ثانية في أي وقت كلنا عبيد ربوبيته كلنا مفتقرون إلى رحمته كلنا فقراء إلى لطفه كلنا فقراء إلى منه وعطفه سبحانه طيب إذا كان الأمر هكذا إذن لماذا الإنسان يشعر بالاستغناء عن رسالة القرآن كما ذكر في الآيات قال فأما من استغنى صناديد قريش استغنت عن رسالة القرآن وأدارت لهذا القرآن ظهورها وأعرضت عن فلماذا أعرضت عن الحجب الموانئ الحجب التي تحول بين الإنسان وبين رؤية الحقيقة الجهل التقليد الأعمى التعصب الحقد الحسد الغفلة أحيانا كثير اغترار الإنسان الغرور اغترار الإنسان بقوته في جسده بقوة عقله بعلمه تدبر في الآية التي ذكر أيضا فيها استغنى في السورة المكية الرآه استغنى في آية أخرى بخل واستغنى وهنا قال أما من استغنى إذن هناك من يستغني ولكن لماذا تحصل لهذا الإنسان حالة الشعور بالاستغنى لماذا الحجب والموانع فإذا كانت هذه الحجب والموانع قائمة والقرآن يؤكد في الآية بطريق غير مباشر أن هذه الحجب والموانع هي حجب ذاتية ليست خارجية الإنسان هو الذي يضع هذه الحجب بينه وبين القرآن الغفلة الجهالة عدم الاكتراث عدم ترتيب الأولويات في حياة الإنسان أشياء كثيرة الغرور الوهم التقليد الأعمى أشياء كثيرة هذه حجب داخلية فلما تكون تلك الحجب الداخلية والموانع الداخلية مكرسة في قلب وعقل الإنسان أنت لو جئت بكل أنوار الأرض لأجل أن تشرق ويدخل ذلك النور ويتسلل إلى تلك القلوب والعقول لن تصل إلى نتيجة تدبر في عظمة القرآن بمعنى آخر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليك أن لا يتزكون ولا يصل لمرحلة التسكية وليس عليك أن تلح عليهم أنت مذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر هؤلاء قامت في عقولهم المظلمة وفي قلوبهم الموانع والحجب التي لن تجعل ذلك القرآن ونور رسالة القرآن يصل إلى قلوبهم وعقولهم فلا عليك وما عليك أن لا يتزكى وهنا بيان واضح وتأكيد من القرآن أن عملية التسكية عملية ذاتية تكون في الداخل بعض الناس اليوم يقول لك تسأل يا فلان ألا تتوب إلى الله يا فلان ألا تقوم وتصلي يا فلان متى ستتوب يقول لك لمن الله يكتب أحيانا استهزاء سخرية ما يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى كتب كل الخير للإنسان ولكن إذا كان هذا الإنسان هو بنفسه وضع تلك الحجب الموانع فالله جل شأنه أراد أن يعطي ذلك الإنسان حق الاختيار وهو مسؤول عن ذاك الاختيار وحرية الاختيار تدبر معي في الآية في قوله جل شأنه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر يسر لك السبيل وأبان لك الطريق وأرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب وأوضح لك الحق هديناه النجدين ولكن الخلق إما شاكرا وإما كفورا تدبر معي في عظمة هذه الآيات إذن التسكية هي عملية ذاتي أكيد ربي جل شأنه أعطاك ما أعطاك من الوسائل وفتح وأرسل وأنزل ثم هذه الآيات العظيمة التي جاءت بعد ذلك بآيات في السورة قال فلينظر الإنسان إلى طعام الطعام طعام الذي تأكل أتغفل عن طعامك الذي تأكله فإذا كانت آيات القرآن ما أحدثت في هؤلاء الناس تذكرا أفلا تحدث هذه الآيات البينات في النفس وفي الكون تذكرا رجوعا إلى الله جل شأنه عودة إلي تأكل أنت إذا أكلت على سبيل المثال الخبز ألا تفكر كيف بات هذا الخبز وأصبح خبزا من الذي أنبت الحبوب أنت بذرتها بذرة ميتة لا حياة فيها من الذي أحياها من الذي جعل منها كذلك أسباب الحياة والعيش من كل هذا بدون تفكر كل هذا بدون تبصر كل هذا ولا يحدث فينا تذكر تدبر معي في هذه المعاني العظيمة وذاك الوسط العجيب بين كتاب تقرأه وبين كتاب الكون الذي تنظره فإذا هذا ما حرك فيك شيء أفلا يحرك فيك كتاب الكون شيء ويعيدك إلى الكتاب الذي يتنزل على الخلق ثم ما زلنا في قضية الاستغناء نهاد قضية كبيرة وهذه واحدة من أعظم الأشياء التي ليست فقط تعدل وتصحح طبيعة العلاقة بيننا وبين كتاب الله جل شأنه ولكن حتى على مستوى العلاقات الأسرية والاجتماعية الحياة مفهوم الاستغناء وقيمة الاستغناء الاستغناء فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم المحمود من أن تستغني أما لك عنه غناء أشياء لا تحتاج إليها استغني عنها إذا كدستها وراكمتها في حياتك شيئا فوق شيء شيئا فوق شيء حتى الملابس بعض الناس لديهم هكذا هواية يقوم بعملية تجميع الملابس يشتري 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 ولا يتصدق ولا يخرج شيئا مما عنده يكدسها أكداسا هذا شكل من أشكال الافتقار حتى من الناحية النفسية هؤلاء الناس الذين لا يستطيعون أن يتخلصوا من شيء من الأشياء الزائدة عن حاجتهم هذا مرض نفسي يحتاج إلى علاج تدبر معي في القرآن القرآن جاء بمفهوم الصدقة مفهوم العطاء مفهوم الزكاء لماذا؟ لأجل أن يخلص النفوس ويزكيها تدبر في التربية تدبر في مفهوم التزكية الواسع الشامل يزكيها من الشح والبخل وعدم القدرة على العطاء فأنت كلما ازددت غنا في قلبك وإحساسا كلما ازددت استغناءا عن كثير من الأشياء والأمور في حياتك وكلما ازددت استغناءا عن كثير من تلك الأشياء كلما زاد غناك تقول لهذا لغز أبدا هذا ليس بلغز هذا حقيقة واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجهنا في حياتنا المعاصرة أن هذه الحضارة المعاصرة حضارة استهلاكية أنتجت إنسانا استهلاكيا وطبيعة الإنسان الاستهلاكي أنه كلما ازداد استهلاكا كلما ازداد فقرا وحاجة إلى شيء آخر جديد والتفت معي إلى حجم الأشياء التي نستهلكها اليوم لديك على سبيل المثال جوال أو جهاز هاتف جوال موديل كذا بعدها بأشهر قليلة سيأتي الموديل الجديد ويشعرك من خلال الترويج والتسويق والدعاية والصور والدنيا أن حياتك لا يمكن أن تكون جميلة ومرتاحة وسعيدة إلا إذا حصلت على ذاك الجديد جعلت من الإنسان إنسان استهلاكي كائن استهلاكي والكائن الاستهلاكي لا يمكن أن يشعر بالغنى يشعر أنه فقير طوال الوقت والإحساس بالفقر إحساس مؤلم مرير لا يستطيع الإنسان في ظله أن يرتاح طول الوقت يشعر بالفقر طوال الوقت يشعر بالحاجة وإذا ما شعر بأن الحاجات انتفت كل شيء لديه وبعض الأشياء لديه أكثر من شيء واحد منها بات يبحث عن شيء جديد ولا يرتوي كلما أخذ أكثر كلما شعر بالفقر والحاجة أكثر فأكثر تدبر معي في القرآن كيف يربي ويعلم ويزكي النفوس فأنت وأنا بحاجة إلى أن نعيد ترتيب الأولويات في حياتنا وأن نشعر بالفعل بالاستغناء عن الأشياء التي يجب أن نستغني عنها لسنا بحاجة إليها لست بحاجة إلى أن تكدس في بيتك عشرات الأشياء تخلص من هذه الأشياء الزائدة عن حاجتك أعطي إنفق شارك ساهم ولكن لا تكدس لا تكدس الأشياء في حياتك تدبر معي في هذه المعاني على مستوى العلاقات هناك علاقات ينبغي أن تستغني عنها تقول لي كيف؟ أقول لك المقياس جميل واضح تدبر معي في سورة ذات السورة سورة عبس وتولى قال يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني لماذا الإنسان يفر من هؤلاء الأحباب والأقرب الناس إليه؟ الأمر جد عظيم وتدبر معي في آيات أخر حيث يقول جل شأنه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هؤلاء الذين يقالوا لهم يا عبادي لأخوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لماذا؟ لماذا؟ الإعداد للآخرة بمعنى آخر عدل طريقة التعامل والعلاقات مع الناس من هذا الذي ستستطيع أن تستغني عنه؟ الذي لا ينفعك في آخرتك الذي يضرك في آخرتك وأنا وأنت لو تدبرنا في الآيات لوجدنا أن هؤلاء من كبراء قريش وصناديدها الولد بن عتبا وأمي بن خلف وأبو جهل وغيرهم 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 من أسماء واحد من أعظم ما كان يحول بينهم وبين الإيمان برسالة القرآن العلاقات العلاقات الاجتماعية المسمومة المحمومة التي لو أن أي واحد منهم كان فيه من الشجاعة والجرأة ما يجعله يستغني عن تلك العلاقات لكان أولى له وأحسن وأفضل وأغنى تدبر معي في هذه المعاني العظيمة تدبر معي فيها هذه معاني عظيمة هناك في علاقاتك الإنسانية ما ينبغي أن تستغني عن وهناك من الأشخاص في حياتك ما ينبغي وينبغي لك أن تستغني عنهم أنا لا أقول بتقطيع الأواصر مطلقا مطلقا ولكن أعد الأولويات في حياتك الإنسان الذي لا يعرف ولا يمكن أن يقربك إلى الله الإنسان الذي يحول بينك وبين الله الإنسان الذي كلما جالسته شعرت وأنت تقوم من مجلسه وكأن عليك أوزار الأرض بحاجة أن تتخلص منه بحاجة أن تصحح تلك العلاقات الإنسان الذي كلما جلست إليه سود الدنيا في وجهك تشاؤم وشك والطراب وشكوى وألم وحسد وحقد واستشعر بأن العالم كل العالم من حوله يظلمه سخط هذا لا تنفعك صحبته تخفف من تلك العلاقات تعلم فن الاستغناء المحمود لأنه في استغناء محمود إذن الاستغناء المحمود ممكن أن يكون استغناء عن أشياء ما عدت بحاجة إليها استغنى عنها فارقها دع هذه الأشياء لمن هو بحاجة إليها وكلما ازددت استغناءا كلما ازددت شعورا بالغناء هذا معنى عظيم وكلما ازددت تمسكا بالأشياء وشعورا بحاجتك وفقرك إليها كلما زاد إحساسك بالفقر والحاجة وقل شعور الغناء في قلبك ألا ترى معي أن بعض الناس كلما زاد جمعا للمال زاد حبا له وتمسكا به وبخلا به ولذلك قال بخل واستغنى في القرآن هو لديه مال لكنه يبخل به كلما ازداد منعا كلما زاد فقرا وإحساسا بالفقر كثرة المال لا تغنيك الذي يغنيك حقا كثرة اليقين بالله سبحانه وتعالى وقوة اليقين بما عند الله جل شأنه وما عند الله خير وأبقى ما عندكم ينفذ وما عند الله باقى تدبر في القرآن كيف يدرب على الاستغناء المحمود في المقابل هناك استغناء مذموم هذا الذي يحدثني عنه القرآن أن يستغني الإنسان عن نور القرآن وذكرنا والقرآن يذكر قال أما من استغنى تستغني عن القرآن ليس العجب أن يستغني فقط هؤلاء من الكفر الذين ما عرفوا قيمة القرآن العجب العجب أن يستغني مؤمن موحد يشهد أن لا إله إلا الله عن القرآن وتمر الليالي والشهور دون أن يتذكر أن يفتح كتاب الله جل شأنه ويهدأ وتسكن روحه إلي تمر ليالي وشهور دون أن يشعر بالشوق إلى أن يقرأ القرآن يقرأ كل الكتب يتصفح مختلف المواقع يضغط بالأزرار على عشرات الأشياء ولكنه لا يشتاق إلى كتاب الله لا سماعا ولا تلاوة ولا قراءة هجر هذا العجب العجاب تستغني عن القرآن والإنسان حين يقع في دائرة الاستغناء المذموم الاستغناء المذموم أن تستغني عما ليس لك عنه غنى لا يمكن أن تستغني عن القرآن يوجهك يعلمك يربك أنت به تتزكى أنت به تصبح من الأغنية أنت به تستغني عن غيره فكيف تستغني عنه وبدونه وبدون استغنائك فافتقارك إلي وباستغنائك عنه تصبح فقيرا إلى كل شيء وإلى كل أحد تدبر معي في هذه المعاني المترابطة التي لا ينفك بعضها عن بعض أنت كلما تعلقت بالقرآن ازددت غنى به آنسك بنوره أضاء لك ظلمة ووحشة كل شيء في حياتك وكلما ازددت غنى بالقرآن زاد استغنائك أما سوى القرآن زاد استغنائك عن الأشياء المادية وهذه حقيقة ولذلك بعض الحكماء كان يقول لسنا بحاجة إلى زيادة الأموال ولا إلى زيادة الثروات ولكننا أحوج ما نكون إلى خفض احتياجاتنا تدبر معي في هذا المعنى العجيب الذي يشعرك بما صنعته الحضارة المعاصرة فينا جعلتنا كائنات استهلاكية ولذلك الاستغناء عن الشيء أعظم من امتلاكه تدبر معي في هذا المعنى الاستغناء عن الشيء أعظم من امتلاكه لأنك قد تمتلك المال وقد تمتلك الشيء ولكن تشعر بأنك متعلق به لا تستطيع الاستغناء عنه وهذا معنى الشح والبخ الذي أراد القرآن بالزكاة زكاة المال أن يزكي النفس منه لديه المال ولكن المال امتلكه وتملك قلبه وعقله وفكرة فما عد يستغني عنه ولكن الشعور بالاستغناء عن الشيء أعظم من امتلاكه لا تمتلكه ومع ذلك تشعر بأنك لست بحاجة إليه معنى عظيم يترى كم واحد منه يشعر بأنه ليس بحاجة إلى المزيد وتدبر معي في مختلف الأشياء المادية حتى في الطعام والشراب القرآن والإسلام يعلمك أنك مجرد أن تشعر قبل أن تشعر بحد الشبع توقف عن الطعام وأخذ المزيد بمعنى آخر أن تقول لا للمزيد القناعة الشعور بالاستغناء عن الشيء دون أن تتملك ليس لك به حاجة يا لها من معاني عظيم هذه المعاني لو شاعت في هذا الجيل في شبابنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا وأطفالنا فهذا قطعا سيقوض معاني الاستهلاك الذي قامت عليه هذه الحضارة المعاصرة حضارة المعاصرة قامت على مبدأ الاستهلاك المادي وحولت الإنسان إلى كأن استهلاك يدور حول نفسه ويدور حول احتياجاته ويهيأ له أن الكماليات هي حاجيات وبل ضروريات في بعض الأحيان وأن حياته لن تكون سعدة دون أن يحصل على ذلك الشيء الجديد وما زالوا يمدونه بأسباب الشيء الجديد والسبب بعد السبب ليكون أكثر استهلاكا وأكثر فقرا وأكثر جريا وراء المادة وأكثر طمعا في الأموال وأكثر جمعا لها وتدبر معي في القرآن كيف يصحح ويعيد الأمور إلى نصابها أمثل هذا القرآن وهذه الآيات العظيمة يمكن للعاقل أن يستغني عنه القرآن فيه التصحيح القرآن هو كل شيء هو كل شيء في حياتك فكيف لك أن تستغني عنه ماذا وجدت إن استغنيت عن القرآن ماذا وجدت بعض الناس يقرأ عشرات الكتب عشرات الصحف وليس لديه وقت أن يقرأ صفحة من القرآن بعض المسلمين عشرات ممكن يقرأ قارئ نهم يقرأ ولكن صفحة واحدة من القرآن تمر عليه الليالي ولا يفتح القرآن ولا يقرأ صفحة تكبرا تعاليا استغناء فليعلم أن هذا الاستغناء المذموم هو محض فقر ولكن حالت بينه وبين ذاك القرآن ونور القرآن الحجب والموانئ ففي نفسه فليفتش وعن روحه فليبحث وليس له عزاء في ذاك الفقد إلا بالعودة إلى القرآن قال فأما من استغنى فأنت له تصدى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأخذك الرأفة وعظيم الرحمة والشفق بهؤلاء تتصدى لهم تقابلهم من الصدى صدى الصوت حين نقول يعني رجع الصوت إليك مرة أخرى شيء مقابل شيء المقابلة فلشدة حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيصال الرسالة إليهم بات يلح عليهم الحاحن القرآن قال له لا فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى لن يكون من المطلوب منك أن يزكى هذا الإنسان لرافض للتسكية تدبر وما عليك ألا يزكى يا لها من معاننا عظيمة ولذلك من القواعد العظيمة حتى في علاقاتنا الاجتماعية والأسرية وكل شيء في حياتنا قاعدة القرآن يعلمك إياك أن تلح في شيء من أعراض وأغراض الدنيا لا تلح لعلى شخص ولا في طلب شيء قاعدة ذهبية الشيء الوحيد الذي ينبغي لك أن تلح فيه الحاحن طلب القرب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فالله يحب العبد اللحوح وربك جل شأنه من عظيم رحمته ومنه وكرمه أنه لا يزداد على سؤال عبده وإلحاحه إلا كرما وجودا وعطاء تأمل معي في حالك إذا ألححت على أحد من الناس في طلب حاجة ماذا سيحصل لك أطلب منه مرة أطلب منه مرتين أطلب منه ثلاث أطلب منه أربع أطلب منه خمس ثم انتظر ماذا سيحدث بعد ذلك ربما سيأتي وقت مهما كانت مكانتك ومنزلتك وطبيعة العلاقة بينك وبينه سيشعر بالملل الضجر منك ومن كثرة طلباتك انظر إلى حالي وحالك في أنفسنا ماذا لو أن شخصاً من الناس يطلب 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 كل يوم يطلب منك شيء ستشعر بالضجر بالملل ألا تكف عن الطلب حتى مع أبنائنا هذا الطلب والإلحاح دليل على أي شيء افتقار المقابل إلى ذاك الشيء الذي عندك والله جل شأنه يريد أن يربينا ويعلمنا الاعتزاز والعزة والشعور بالاعتزاز هو في الاستغناء عن الناس اش ما شئت فإنك ميت وعمل ما شئت فإنك مجزابه واحبب من شئت فإنك مفارقه وشارف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس لماذا المؤمن يستغني أما في أيدي الناس لأنه إذا أراد حاجة توجه بها إلى رب الناس الذي يملك كل شيء ويملك مع ذلك قلوب الناس فتبين هذه المعاني العظيمة تبين القرآن كيف يربينا من خلال الآيات أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى ليس من شأنك أن يتزكى إنما أنت منذر أنت منذر فقط أنت عليك البلاغ وذكرنا في المرة السابقة ونذكر اليوم هذا الخلق وهذا التعليم وهذا الإرشاد الرباني وهذا الخلق القرآني نحن أحوج ما نكون إليه اليوم لا تلح على أحد في تقديم شيء يتعلق بالقرآن بعض المسلمين اليوم بعض الدعاة يلح بعض الجمعيات جمعيات جمعيات الخيرية الجمعيات المختصة بمساعدة المحتاجين الأرام اليتام من هذه الأشياء المساعدات والحاجات الاجتماعية تراه إذا أراد أن يشجع الناس على الصدقة كأنه يستجدي منهم هذا يستبغر صحيح والحل يقول لك وماذا أفعل لا يريدون أن ينفقوا طريقة غير سليمة غير صحيحة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءف عليها لا تلح في طلب شيء شجع الناس حفز نعم ولكن لا تستجدي منهم لأن الشعور بالاستجداء وأنت تقدم لهم العمل الصالح مهما كان طبيعة ذلك العمل هذا شكل من أشكال كساد ما تدعو الناس إلي هذا شيء غير صحيح اسلوب غير سليم أنت ما لديك وما عندك من قيم ومن مبادئ ومن رسالة سامقة عالية عظيمة فكيف تقلل من شأنها من خلال طريقة عرضك لها بعض المسلمين لا يعرف كيف يقدم الإسلام ولا يعرف كيف يدعو إلى الله الدعوة إلى الله لا تعني الاستجداء مطلقا أحسن أحسن في طريقة عرضك أحسن في طريقة تقديمك للأعمال وتشجيعك للناس على العمل الصالح أنت لس لديك بضاعة كاسدة أنت لديك شيء عظيم تدبر معي في هذا المعنى العظيم الذي أكده القرآن من خلال هذه الآيات يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تدبر معي في الآيات التي ستأتي بعدها كلا إنها تذكر عن القرآن ولا القرآن فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برر انظر إلى رفعة القرآن وعلو منزلته وهو العزيز العظيم هذا شيء عظيم وأنا أسألك سؤال الشيء بالشيء يذكر مثل أنت ترى البضاعة المتواضعة التي ذات قيمة محدودة متواضعة تعرض على نواصي الشوارع وتعرض بأي شكل من الأشكال مبتذلة مبذولة لكل أحد ولكل طارق ولكل من يمشي على الشارع على نواصي الشوارع البعض منها معروضة على الأرض هكذا الشيء الطبيعي الذي يخطر على بال الإنسان الذي يمر وهو يرى هذه البضاعة وهي هكذا معروضة ومبتذلة أنها ليست بذات قيمة ولله المثل الأعلى بلا تشبيه هذا القرآن وهذه الرسالة العظيمة لا ينبغي أن تكون هكذا عظيمة فلابد حتى في طريقة تقديمك لها الأمر يكون عزيز ومن يعرض كذلك ويقدم هذه الآيات وهذه الأمور وهذه الدعوة ينبغي أن يكون عزيزا عزيزا في نفسه عزيزا بما لديه عزيزا ويشعر بالعزة وهو بين يديه هذا الأمر العظيم ويشعر الذي أمامه أنه سيكون عزيزا إذا أقبل على هذا الأمر العزيز القرآن عزيز فلا يناله أحد إلا وهو عزيز ولا ينال إلا بعزة ولا ينبغي أن يدرس ولا يعلم إلا بعزة هكذا هو القرآن فمن شاء ذكره تدبر معي في القرآن فمن شاء ذكره ومن لا يريد أن يذكره فليذهب وليذكر ما يريد سيدرك قيمة هذا القرآن يوم لا ينفع الندم يا ليتني قدمت لحياتي من المؤسف حقا أن بعض من يعلم القرآن وبعض من يدرس القرآن أخلاقه طريقته تصرفه يشعرك بأنه مفتقر لما في أيدي الناس يريد فقط من يعلم القرآن لابد أن يكون عزيزا عزيز النفس قوي الشخصية تقول لي ولكن الحاجة والظروف والدنيا والمادة لو شعرت بالاستغناء بما أعطاك الله وما علمك وما أنزل وما فهمك وفتح لك في كتابه لو شعرت به فعلا وتعقنت به صدقا لأدركت أن رزقك لن يزاد فيه بشدة إلحاحك أو بافتقارك لما في أيدي الناس مطلقا الرزق يزداد وينمو ويزكى ويبارك لك فيه كلما زدت غنا وزددت غنا بالله عن خلقه سبحانه جل شأنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته